السلام عليكم زيكم جميعا ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة النهاردة اليوم السادس لديتوكس المية او صيام المية يعني زي مصطلح عليه الاسم ده يعني او معروف بالاسم ده يعني صيام المية ان شاء الله يا رب تكونوا جميعا بخير وبصحة وسعادة يا رب دايما يا رب النهاردة حاجة بشارك معكم بعض الاخبار طبعا يعني انا زي ما اردتكم الصبح جبت الجهاز الجهاز الضغط ده عشان اتابع الضغط بتاعي اللطيف ان انا الحقيقة لما قست الضغط بتاعي النهاردة الظهر لقيتو بقى مية وتلاتين مية سبعة وتلاتين ولما قستو يعني من شوية كده قبل ماعمل اللايف لقيتو بقى مية وتسعتاشر الحمد لله نزل يعني نزل حتى كمان اقل من الطبيعي اهلا وسهلا يا عفاة في اخبارك ايه ان شاء الله يكونوا بخير يا رب بقى مية وتسعتاشر على سبعة وسبعين اعتقد ده رينج طبيعي يعني والحمد لله هو يعني لسه وشي احمر اهو مش متضغط ولا حاجة وش محمر يعني ملوش علاقة بالضغط ده الحاجة الحاجة اللي انا جنت حداء اولا وراحت يعني اللون اه يعني انا انا بدأت الاحز ان اللون وشي حقيقي اختلف اه اختلف جدا كمان يعني اه وخصوصا تحت عيني تحت عيني اه يعني فتح بقى بقى فاتح يعني ما كانش اه ما كانش عامل كده يعني هل في تغيرات جديدة؟ اه الحمد لله شكرا يا ريم اه وصلت المية وعشرين اه يعني مية وعشرين مية وتسعتاشر الحمد لله يعني ايه اللي نزله ما اعرفش يعني انا بعتقد ده ريليز الحقيقة ان ما فيش حاجة كبيرة تغيرت يعني اه هو هو نفس الصيام يعني بس انا يعني الحمد لله انا حاس ان انا يعني لطيف اه كويس انا احابب شارك معك كل اكسپيريسة جتبا عارفين ايه اللي بيحصل لو حد حب يعني ايه يعمل حاجة زي كده ايه بقى عارف كل المخاطر بتاعتها ايه وكل دين بتاعتها ايه النهاردة كنت بقى تكلم مع اه الدكتور اه اه الدكتور خالد اه الدكتور خالد كنت بقى تكلم معا يعني بقى عمروا مى وكده يعني وبقى تكلم على مية والقصة دي يعني حقيقة يعني فهمني حاجات اكتر ونبهني لبعض النقط يعني هبشر معاك اول حاجة اللي بيعمل الديتوكس المية ده يعني لازم او حدي بيفكر يعني يعمل الديتوكس المية لازم ياخد باله من صحته الجسدية ولازم ياخد باله من 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 صحة اعضاءه الداخلية وهو جاه قال لي كلمة كلاة بالظبط قال لي ايه لازم الانسان يعني دلوقتي الانسان في الديتوكس المية ده بيبتلي يستهلك او او يعمل ضغط يعني مش مذاكر الكلمة قالها بالظبط يعني بس مذاكر كلمة تيشوز يعني قال ان بيعمل ضغط على التيشوز الداخلية بتاعت الجسم يعني وبيعمل ضغط على الكيلة وبيعمل ضغط على الكبد وبيعمل ضغط على وظيف الجسم بشكل ما فده بشكل ما بيحط الجسم تحت استرس بيحط العضاء تحت استرس فقال لي الأهالي قال لي يعني ممكن فيه حد مش اوير بصحته واغلبية الناس بتعملها الكرشفات على صحتها ده ممكن يسبب له مشكلة لأنه يلاقي فجأة مشكلة ما تظهرش غير تحت الاسترس ده فتبتيت تظهر وتباني يعني فهو بيقول لأنا مش يعني تذكره يعني قال لي ان انت تتعمله فترة طويلة عشان ممكن يبقى فيه حاجة في صحيح داك نشو اخد بالك منها فتبان هنا وتظهر يعني الحاجة التانية كمان قال لي كمان انه انه لو بشكل ما لازم الانسان يبقى اخد باله واخد باله من الهيستري بتاعه يعني ذكرته في الاول حد تعبان جعل مريض عنده امراض قبل كده لازم بياخد باله من الهيستري بتاع صحته عشان ميبقاش بيضغط على جسمه وبيتعب جسمه بشكل ما الحاجة كمان اه اه ايه لو حد مدخن حد مدخن حد يعني كان بيشرب فترة ما وهيفي سموكر او هيفي درينكر بشكل ما برضو لازم ياخد باله لان هنا دكتور خالد زكرهولي قال لي ان الشرب والتدخين ده بيستهلك برضو العضاء الداخلية وبيستهلك التشوز على العضاء الداخلية بشكل ما بيعمل عليها ضغط او بيعمل عليها حمل فالأم دي تيجي تعمل حاجة زي كده تيجي تعمل حاجة زي كده تيجي تعمل حاجة زي كده فده بشكل ماي يضغط على الجسم اكتر يعني النهاردة انا قلت لكم حاس ان انا كويس الحمد لله ويعني يعني الحمد لله كويس انا نهاردة اتمرنت برضو يعني عملت النهاردة ساعة ساعة صبح يوجا زائد دربات انرجي كمان وبعمل بالليل كمان بعمل كل يوم النهاردة يوم السادس بكرة يوم السابع بكرة يعني بكرة هشوف ازا كدت اكمل اكمل كمان يوم ولا ايه يعني ولا يومين انا نفسي نفسي حي اعمل عشر ايام بس هشوف الدنيا مكملة معي ازاي بالارقام والكلام ده وان شاء الله خير يعني على حد دروقتي بقالي يعني ست ايام بدون اكل تماما بس هو يوم ميا اه عمل اه معتمد على الميا وهي انا مباهر يعني بقدقين الميا بس بس اهم حاجة يكون ميا نظيفة يعني طبعا يعني حدش يشرب ماية من يعني ملوسة او حاجة زي كده يخرب الدنيا هنا ياخد بالو يشرب ماية من ضيفة يعني فيعني جرالي يعني الدنيا مشيه تماما الحمدلله لحد دلوقتي وضغتي بقى كويس انا تفسيري ان الضغط لما اتغير هو كان سابقه ريليز يعني لانه يعني عالي بهذا الشكل اللي هو كان ريليز لانه على حسب الريبورس انا شفتها ان يعني فيه بحث عاملاء زي ما قلت لكم الان سي الان سي بي اي ودي زي زي الجماعية زي الجماعية الجماعية الوطنية للصحة كده في الولايات المتحدة الامريكية وهي وهي تبع الحكومة تبع الحكومة الامريكية يعني وعمل بحث وقرأته النهاردة كمان بالتفصيل جانو جابين ستين شخص عندهم هاي بلاب هاي بلاب برشير عندهم ضغط اه ضغط عالي وي اه اه وخلوهم يسوموا السيام المياه يمدة يومين يومين بس يعني يعني ما تخلين يعملوا صيام المياه من مدة يومين تحت ميديكا سورو فيجين طبعا لو ان تسعين في المئة منهم ضغطوهم بوتي او الان سي بي اي بتقول ان صيام المياه is medically approved وهو حاجة صحية يعني بشكل ما ان الناس تعملوا يعني اه خليني اقول حاجة برضو اه ودي حتى من النقاش كان معنا النهاردة مع الدكتور خالد بالنسبة لسؤالك يا رشا اه اه خلي الساعة تخلص اه 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 شكرا شكرا كان دكتور خالد بيقول دكتور خالد احيانا كان بيقول انه رد فعل الجسم مع صيام المية ده يختلف من الشخص للتاني وهو هنا كان بيذكر لي على ان الاشخاص اللي كان احيانا بيستقبلون في المستشفيات الناس اللي عاملة اضراب عن الاكل او بشكل ما ممتنع عن الاكل كان بيقول لي في ناس ممكن بتتعب بعد اسبوع في ناس بتتعب بعد شهر في ناس بتتعب بعد اسبوعين قال لي دي كلها فروق فردية وهنا ده بيعتمد كمان على يعني ناخد بالنا على حاجة ده بيعتمد على قد ايه على ايه الجسم قادر يدي يدي سكر للمخ يعني لان اول ما معادل السكر في الجسم يبتدي يقل قوي المخ يبتدي يعاني فبتدي يحصل ممكن يخش الشخص في كومة وهي دي برضو من البروكوشن زي لنا زكرتها في اول فيديو قلت قلت ان ده ممكن يقدي الى اغماء ان شخص يخش في كومة ودي خطورة صيام المعاش نبقى عارفين يعني محدش ياخد الموضوع يعني عشان كده انا روحت النهاردة شفت معادل السكر بتاعي كمان يعني حاولت اجيبي جهاز ده اشتريه الحقيقة بس غير متوفر يعني جهاز يعني انا شاف ان جهاز اياس الضغط وجهاز اياس السكر ده جهاز مهم جدا في كل بيت يعني ده الحكتين مهم جدا ولازم انسان يتابع صحته يعني بشكل ما يشوف الريبورس بتاعته ايه روحت عملت النهاردة تاني وحعمل في اخر ما هشوفها قرر امتى هيخلص القصة دي حعمل تاني عشان يعني اشوف الفرق عمل ازاي يعني مش هقولوكو ارقام دلوقتي خالص الارقام هقولها في الاخر يعني انا سعيد بتجربة حقيقة سعيد جدا سعيد بالنتيجة اللي انا حصلت عليها النهاردة النهاردة بالذات انا شايف ان الجسم فعلا بدأ يفيه تغير قوي ام لوكينج ان انا يعني الواحد تماني يعني لو يعني لو يقدر يكمل فترة طويلة حقيقة هكمل فترة طويلة لانه ام فيه يعني فيه نتيجة كويسة يعني وخصوصا فيه حاجة انه انه انا مخصيتش حاجة معضلة كتير يعني دي النقطة يعني الحجم العضل اللي قلته مش 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 ضخم يعني بس الفاتس اللي قلتها هي 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 اللي فيها فرق كبير فالحمدلله انا موصوط يعني موصوط بالنتيجة بس هي بس هي فيها خطورة فيها خطورة طبعا عش كده كنت متابع مع الدكتورة رحت الدكتورة مبارح ومفروض عندي ما عدنا النهاردة بس يعني انا اجلته خليته البكرة يعني التنين النهاردة تمام ما فيش حاجة يعني الحمدلله يعني وجبت جهز الضغط يعني اروح بكرة كده بص كده يعني ونشوى الله خير يعني وما قصت ضغط النهاردة زي ما قلت لقيته بقى 120 اه ونزل واحد وقسم تاني يعني قبل ما طلع اللايب بقى 119 ع 77 فده يعني دنيا لطيفة يعني اه طبعا صوتي تغير خالص يعني بقيت حد تاني بتكلم يعني حقيقيا صوتي بقى صوت حد تاني اه اه اعلى بقى اقوى يعني في فرق الصوت يعني بتلاحظوا فرق الصوت بين الفيديو الاولاني والتاني يعني الفيديو الاولاني والفيديو ده يعني هتلاقو في فرق كبير في الصوت يعني اه ما عنديش عاجة اقولها دلوقتي يعني لو حد عنده اي سئلة نشوف بسم الله الرحمن اه اه رندا رندا بتقول معادل حر اه بيقل بعد سيام الماية والحقيقة يا رندا على حسب الامباضي اللي انا عملته النهاردة ده ما حصارش معايا الحقيقة بل من العكس معادرة حرق عندي زاد وديمي الحاجات اللي انا حعملها شيرينج في الآخر يعني انا ما عملت اامباضي النهاردة معادرة حرق بتاعي فعلا زاد و يعني يعني ام لوكينج شوف بس يما يوصل اخر التجربة ايه اللي حيحصل يعني ام تسلام يا شايمة شكرا لك طيب حد عنده سؤال لو ما حدش عنده سؤال يعني احسبكم وان شاء الله يعني قابلكو بكرة الصبح باذن الله ام عمتا يعني تجربة لطيفة ام بس انا ايه طبعا فيها استرس عالي على الجسم ام يعني انا اللي شجعني ليه لانا لما عملت قبل كده ال ال او التأمل بتاع الكهوف اللي انا عملته في تايلند كنا بنأكل كمية قليلة قوي يعني اتش متخيلين يعني كمية يعني تكاد لا تذكر يعني وام خسيت يعني ساعتها خسيت خسيت اه قد ايه الاسبوع ده كان اسبوع خسيت حوالي ستة كيلو في الاسبوع ده فياعني كان رقم حلو حقيقي يعني ام طيب حلو جدا شكرا يا غاية حلو جدا 45 كيلو ده ده واضح انه كان ده كان حجم ضخم يعني في حجم حجم محترم انا ما اقدرش لا انا 40 كيلو ده لا ده لاصل كلي قد ايه اساسا ان شاء الله اشوفك على خير واشوفك قريبا باذن الله وشكرا لكم وبكرة الصبح ان شاء الله سلام عليكم